لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين حلقتنا من سوفر ليج حديثنا الآن عن الوداد المغربي والأمور في الوداد ليست على ما يرم تماما نهضة بركان أشعل البركان في الوداد المغربي حرفيا آخر مباراة للوداد خسارة من نهضة بركان في مباراة القمة بهدف وحيد رغم أن في الشوط التاني في الدقيقة 55 في طارد لواحد من لعيبة نهضة بركان وكمل اللقاء ناقص لعيب إلا أن استطاعنا البركان يخطف هدف الفوز بغلطة دفاعية من لعيبة الوداد عشان يبقى لفو الخسارة التانية على التواري للوداد خسارة 2-0 من المكناسي ثم خسارة 1-0 من نهضة بركان أشعلت الأمور غضب كبير جدا من جمهير الوداد بالتأكيد لدرجة أن بعض الجمهير قرمت بعض المقذفات والزجاجات أثناء خروج اللاعبين وأثناء خروج رولاني مكوينة المدير الفني ناس متضايقة جدا وزعلنا جدا لأن الأمال كانت كبيرة جدا على رولاني مكوينة بالتأكيد ولكن 20 لعيب مثلا صفقات كبيرة جدا جدا في الفريق مدرب بهاوية جديدة ومختلفة تماما بالتأكيد هياخد وقت لسه الأمور ما مشيتش أو يعني زي ما احنا بنقول بالمصر المكناة ما طلعتش قماش في الوداد المغربي حقيقة رحنا لمصدر من مصادرنا في الوداد المغربي اللي نفع جملة وتفصيلا أي تفكير في إقالة رولاني مكوينة الناس قالت أن ما فيش أي شيء ممكن بل بالعكس النادي في ظهر رولاني مكوينة النادي مقتنع بالمشروع بتاع الراجل وإن المشروع ده هياخد وقت وبيطالب الجماهير بالصبر ومتفاهمين جدا ده تلمس ده كمان من تصريحات مكوينة نفسه بعد المباراة الراجل قال إن إحنا لو لعبنا ضد نهضة بركان عشر مرات هنكسب العشر مرات المفروض لإن إحنا كنا أحسن ومن وجهة نظره إن دي كانت أفضل مطش للوداد لعبوه رغم إن هم خسروا 1-0 وما استغلوش النقص العددي اللي كان في فرقة نهضة بركان والراجل يتكلم قال أنا عندي فلسفتي وعندي طريقتي اللي بشتغل بيها ومش هغيرها لحد ما موت ده كان كلامه بالنص إن دي تفلسفتي وطريقتي ومش هغيرها وأنا مقتنع جدا بيها أنا متفهم الضغط اللي موجود في الفرق الكبيرة وإن الفرق دايما بيبقى الجماهير متطلبة وأنا عايز أعمل كل شيء لجماهير الوداد لكن الأمور بتاخد وقت وقد يكون الموضوع بياخد شوية وقت لكن نسبيا تعالوا نبص على التصريحات اللي قالوا هلنا المصادر بتاعتنا في نادي الوداد المغربي الراجل تسأل سؤال في المؤتمر الصحفي في وقت مباراة المكناسي إن في كلامه تقال إن النادي ممكن يعين مساعد مغربي مساعد مغربي في الجهاز الفني بهدف سهولة التواصل مع اللاعبين وكانت تصريحات مكوينة الحقيقة من وجهة نظر في منتهى الزكاء الراجل قال لك في المؤتمر أنا عندي حاجتين عايز أشتغل عليهم وتطوير أمرين مهمين جدا أولا اللغة العربية وما بيقولوا هنجيب لك واحد مغربي يتعامل مع اللعيبة قال لهم ده نفسي أطور اللغة العربية وأعتقد إنه هو رد هنا بزكاء إنه هو لا أنا تمام أنا اللي هتعلم عربي عشان أبقى قريب من اللعيبة وفهمهم فقال لهم اللي هي دلوقتي ضعيفة جدا أريد أنا أتحسن كما أرغب في زيارة شواطئ المغرب أسمع إنها رائعة لكنني لم أجد الوقت لذلك بعد أخبرني متابع مصري وقال إن فيه متابع مصري وقال أعتقد كان اسمه محمد بإنني سأحقق دوري الأبطال إفريقيا مع الوداد فكان جوابي عليه خلينا نكسب الدوري الأول هو قال كده بالنص إن الراجل متابع مصري قال له أنت اللي هتجيب دوري الأبطال للوداد قال له بس الأول نكسب الدوري وأنا بقول له مكوينة الأول تتأهل لدوري الأبطال لإن ده ما هياخد وقته وحياخد شغل رولاني مكوينة مدرب متطور جدا وعشان توصل الطريقة دي للعيبة هتاخد وقت كبير جدا جدا من رولاني مكوينة مع عدد كبير جدا معنا الصفقات مع نادي متطلب وجماهيره دائما متطلبة للفوز وللبطلات زي الوداد المغربي قد يكون بعد الفريق عن المشاركات القرية السنة دي يهدي شوية من الجماهير لكن لازم دلوقتي المباريات والنتاج تتحسن بطريقة كبيرة جدا عشان يبدأ فريق الوداد يخش في إطار الرجوع مرة أخرى المنافسة على الدوري والمنافسة ثم الصعود بعد كده للمسابقات القرية